تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري في مختلف المحن والأزمات مع الأشقاء داخل القارة الأفريقية أقلع الطائرتان نقل عسكريتان محملتان بكميات من المساعدات المقدمة إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال كما قامت القوات المسلحة بدفع طاقمين طبيين على متن الطائرتين لتنفيذ إجراءات الإخلاء الطبي لعدد من مصابي الجيش الصومالي إثر إصابتهم خلال العمليات الإرهابية بالصومال لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الاستعداد بمستشفيات القوات المسلحة التي تم نقل المصابين إليها من خلال عدد من عربات الإسعاف المجاهزة طبياً وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم كل الإمكانيات مصخرة لهم علشان إخواننا من دولة الصومال وضحايا عملائات الإرهابية إحنا عمدنا خبرة في تقديم الخدمة الطبية في هذه الحالات والمستشفة كلها على أقوبة الإسعادات لاستقبال هزيرها الإصابات ما بين إصابات في العين والوجه وكسور الفك وكسور متفرقات الجسم ولكن الحالات كلها الحمد لله مستطرة وتم تسكنهم والتعامل معاهم ويعطى العلاج المناسب ويتم الشفاءهم على خير ويرجعوا بلدهم بخير إن شاء الله يأتي ذلك تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم